الفصل الثاني من مكرر العلوم العامة الفيزياء أهداف الفصل بعد دراسة هذا الفصل يرجع أن يكون الطالب قادرا على أن يقارن بين الشغل والقدرة والطاقة يحلل طبيعة الموجات الطولية والمستعرضة يقارن بين طلق انتقال الحرارة المختلفة يستوعب المفاهيم المرتبطة بالطاقة الضوئية والقهربية والصوتية الموضوع الأول للشغل والطاقة أهداف الموضوع بعد دراسة هذا الموضوع يرجع أن يكون الطالب قادرا على أن يعرف الشغل والطاقة والقدرة يحدد وحدة قياس كل من الشغل والطاقة والقدرة يستنتق حالات الشغل المختلفة يفرق بين الطاقة الكامنة والطاقة الحركية يحلل أثار مصادر الطاقة التقليدية نشاط سؤال يبحث عن إجابة ماذا يقصد بالشغل وما هي وحدة قياسه مفهوم الشغل عندما تؤثر قوة على جسم ما بحيث تغير من موضعه من نقطة إلى أخرى في هذه الحالة نقول أن هذه القوة بذلت شغلا على الجسم قيمة الشغل الشغل يساوي حاصل ضرب القوة وحدة قياس الشغل هي الجول حالات الشغل للشغل ثلاث حالات أكبر قيمة للشغل أقل قيمة للشغل الشغل يساوي صفر الشغل أكبر قيمة عندما تكون القوة المؤسرة في نفس اتجاه الحركة وتكون قيمة الشغل مجابة أقل قيمة للشغل عندما تكون القوة المؤسرة في عكس اتجاه الحركة وبالتالي يكون الشغل أقل قيمة وإشارة الشغل سالب الشغل يساوي صفر عندما تكون القوة عمودية على اتجاه الحركة سؤال يتطلب إجابة ماذا يقصد بالقدرة وما هي وحدة قياسها القدرة هي المقدرة على بزل شغل في فترة زمنية معينة يبقى ببساطة جديدة خالص القدرة مقدار الشغل اللي بتبزله في فترة زمنية معينة كلما قلت هذه الفترة الزمنية كلما قلت هذه الفترة الزمنية كلما زادت القدرة طيب قيمة القدرة القدرة تساوي الشغل مقسوما على الزمن P تساوي W على T وحدة قياس القدرة هي الواط والواط عبارة عن إيه يجول في واحد سنة نشاط سؤال يبحث عن إجابة ماذا يقصد بالقدرة الميكانيكية وما هي وحدة قياسها القدرة الميكانيكية هي خاصة بالآلات وده بنسمع عنها إمتى عند شراء سيارة أو عند الحديث عن محرك السيارة وحدة قياس القدرة الميكانيكية الحصان وهو يساوي الحصان يساوي كم واط 746 واط نشاط آخر ماذا يقصد بالطاقة وما هي وحدة قياسها الطاقة كما فهوم هي المقدرة على بزل شغل بمعنى لو أسرق قوة على جسم ما فإنها تتسبب في تغير في حرقته أو موضعه أو الاثنين معا ويكون تقسيم الطاقة إلى الطاقة حركية وهي الطاقة المصاحبة لتغير سرعة الجسم طاقة كامنة وهي الطاقة المصاحبة لتغير اتفاع الجسم عن الأرض الطاقة الميكانيكية الكلية مجموعة طاقة الحركة زي الطاقة الكامنة مصادر الطاقة إيه هي مصادر الطاقة اللي موجودة حوالينا نشوف كده منها الفح في البترول في الغاز في الطاقة النومية في الرياح في الطاقة الشمسية هذه الطاقة منها مصادر تقليدية زي الفح زي البترول وهذه ملوسة للبيئة وينتق عنها أصار تلوس قطيرة جدا في مصادر نظيفة زي الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النومية طاقة نومية مفيدة ولكن في بعض الدول تتحفظ عليها بسبب المخاطر التي قد تنتق من تصربات النوم من خلال هذه المفاعلات في الختام اكتب تقريرا يتضمن ما تعلمت من هذا الموضوع